موسيقى بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب والطالبات الصف التاسع في شرح درس جديد من دروس كتاب الدراسات الاجتماعية للصف التاسع الفصل الثاني الآن في هذا الدرس رح نحل أسئلة وأنشطة درس التنوه الخصائص السكانية ولكن أولا إذا أنت مش مشترك في القناة بتمنى تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات عشان تصلك الفيديوهات أول بأول أيضا بتمنى تعمل لايك للفيديو وشير لأكبر عدد من أصدقائك وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي عشان تستمر القناة وما تتوقف أيضا إحنا أضفنا وسيلة جديدة لدعم القناة عشان تستمر القناة في تقديم المحتوى المفيد لإلكو وهي الدعم عن طريق موقع الباتريون فأي حدا حابب يدعم القناة بإمكانه دعمنا عن طريق موقع الباتريون رابط الموقع حتلاقوه موجود في الوصف أسفل الفيديو أيضا ياريت تتابعونا على جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الروابط كلها بتلاقوها في الوصف أيضا أسفل الفيديو وبتمنى أنكم تتطلعوا على الروابط الموجودة في الوصف أسفل الفيديو حتفيتكم كتير وعشان ما نطولش عليكو خلونا نبدأ نتأمل الجدول ثم نجيب عن الأسئلة التي تليه نستنتج مفهوم النمو السكاني من الجدول ما يعني النمو السكاني؟ هو التغير في عدد السكان خلال فترة زمنية معينة يعني زيادة عدد السكان خلال فترة زمنية معينة نبין كيفية احتساب معدل الزيادة الطبيعية الوارد في الجدول كيف نحسب معدل الزيادة الطبيعية؟ من خلال طرح عدد الوفيات من عدد المواليد وبذلك يكون الناتج هو الزيادة الطبيعية يعني بننقص عدد المواليد ناقص عدد الوفيات بيعطيني الزيادة الطبيعية نفسر أسباب الزيادة السكانية في العالم ليش السكان أو عدد السكان بيزيد في العالم بسبب التقدم الصحي والاقتصادي وزيادة دخل الفرد نلاحظ الخريطة ثم نقوم بما يأتي نحدد أنواع معدلات النمو السكاني في العالم طبعا في عندي ثلاثة إما نمو سكاني مرتفع أو متوسط أو منخفض نسمي ثلاث دول بمعدلات مختلفة في النمو السكاني طبعا بالنسبة للنمو السكاني المرتفع عند ليبيا والسودان والصومال ودول الخليج وبلاد الشام وأوغندا والباكستان بالنسبة لنمو سكاني متوسط زي مصر والهند والبرازيل وتونس والجزائر ومنغوليا وأمريكا الوسطى بالنسبة لنمو سكاني منخفض طبعا في عنا اليابان والصين والولايات المتحدة وأستراليا ومعظم الدول الأوروبية نستنتج سبب ارتفاع معدل النمو السكاني في فلسطين طبعا السبب هو الزيادة الطبيعية يعني في عنا موليد كتير أيضا الزواج المبكر وتعدد الزوجات والعادات والتقاليد والتقدم الصحي في عندي قضية للنقاش نفكر ونتحاور في أسباب اختلاف معدلات النمو السكاني حسب التصنيف السابق يعني ليش في عندي تصنيفات مختلفة لنمو المعدل السكاني يعني ليش في عندي دول النمو السكاني فيها مرتفع وفي عندي دول متوسط وفي عندي دول منخفض الإجابة الاختلاف في نسبة الزيادة الطبيعية من دولة إلى أخرى بسبب التقدم الصحي تعدد الزوجات الزواج المبكر والعادات والتقاليد أيضا الهجرة حيث يزيد النمو السكاني في الدول المستقبلة للهجرة ويقل في الدول المرسلة لها فهذه كلها أسباب بتأثر في معدلات النمو السكاني وبتسبب اختلافها وتباينها نحلل الجدول الآتي ثم نجيب عن السؤالين اللذين يليه زي ما احنا شايفين الجدول في عدد السكان والنسبة المئوية زي ما احنا شايفين طيب نذكر قارتين فيها تركز سكاني كبير في العالم يعني ايش هما القارتين اللي فيهم تركيز سكاني كبير يعني فيهم عدد سكاني كبير طبعا هما آسيا وإفريقيا وطبعا ممكن نضم لإلهم أوروبا نعلل تباين توزيع السكان في العالم يعني ليش في عندي اختلاف في توزيع السكان في العالم ليش في عندي قارتين فيهم معظم سكان العالم اللي هما آسيا وإفريقيا وباقي القارات عدد السكان فيهم أقل بسبب اختلاف التضاريس والمناخ والمياه والتربة حسب النشاط الاقتصادي والقرب والبعد عن طرق المواصلات أيضا اختلاف الحروب وسياسات الدول فهذه كلها أسباب بتأدي إلى اختلاف توزيع السكان في العالم نلاحظ الشكلين ثم نجيب عن الأسئلة التي تليهما أنواع التركيب السكاني بالنسبة لأنواع التركيب السكاني عند نوعين إما تركيب نوعي هو دراسة السكان حسب نوعهم أو تركيب عمري يعني دراسة السكان حسب أعمارهم طيب إيش هي أنواع السكان ذكور وإناث بينما حسب الأعمار في عندي صغار السن من 0 ل 14 سنة وفي عندي متوسطي السن من 15 ل 64 وفي عندي كبار السن من 65 فما فوق هذه هي أنواع التركيب السكاني زي ما احنا شايفين هذا هو توزيع التركيب العمري نبين نوعي التركيب السكاني طبعا عندي تركيب نوعي وتركيب عمري نستنتج حرص الجهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني على توفير بيانات دورية عن التركيب النوعي والعمري للسكان في فلسطين طبعا هذا الإشي بيساعد في التعرف على احتياجاتهم ونوع الخدمات اللازمة للفئات العمرية المختلفة وإعداد الخطط الاقتصادية والصحية والتعليمية نشاط أربعة با نلاحظ الجدول ثم نستنتج سبب ارتفاع نسبة كبار السن في الدول المتقدمة إيش هو السبب؟ بسبب التقدم الصحي يعني لأنه في عندهم تقدم صحي فبالتالي كبار السن بيكبروا بشكل أكثر من الأشخاص في الدول العالم الأخرى طيب ما النتائج المترتبة على زيادة نسبة صغار السن وكبار السن عن نسبة الشباب في الدولة يعني لو كانت نسبة الشباب قليلة في الدولة إيش بيصير؟ تصبح الدولة مستهلكة أكثر منها منتجة وكذلك زيادة عبء الإعالى على الدولة نلاحظ الصور والخريطة ثم نقوم بما يأتي طبعا بنلاحظ أنواع وأشكال الإنسان وهذه هي الخريطة اللي موجودة عندي طبعا في عندي ثلاث سلالات السلالات القوقازية والمغولية والسوداء نسمي السلالات البشرية في العالم طبعا في عندي ثلاث سلالات السلالة القوقازية اللي هي البيضاء والسوداء اللي هي الزنجية والسلالة المغولية الآسيوية نعين أماكن انتشار هذه السلالات على خريطة العالم طبعا زي ما احنا شايفين السلالة السوداء منتشرة في أفريقيا بينما المغولية طبعا في آسيا وفي أوروبا وفي أمريكا الجنوبية والشمالية طبعا في هذه الدول السلالة القوقازية طبعا منتشرة في شمال أفريقيا ومعظم دول أوروبا والهند والصين والوطن العربي نستنتج أسس تصنيف السكان في العالم إلى سلالات بشرية طبعا صنف العلماء السلالات البشرية على أساس الصفات الجسمية مثل لون البشرة وشكل الأنف والرأس نفكر ونناقش لا علاقة للدين واللغة في تقسيم البشر إلى سلالات لأن العلماء قسموا السلالات على أساس الصفات الجسمية بغض النظر عن الدين أو اللغة لا توجد دولة واحدة في العالم يتكون شعبها من سلالة واحدة طبعا هذا الإشي بسبب الهجرة والتزاوج بين السلالات أنقل إلى دفتري ثم أضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة أي من الدول الآتية ذات نمو سكاني متوسط طبعا هي دولة مصر ما التركيب السكاني الذي يصنف السكان إلى ذكور وإناث طبعا هو النوعي ما السلالة البشرية التي تشكل حوالي نصف سكان العالم طبعا هي السلالة البيضاء اللي هي القوقازية السؤال الثاني أعرف المفاهيم والمصطلحات الآتية الزيادة الطبيعية هي الفرق بين عدد المواليد وعدد الوفيات صافي الهجرة هو الفرق بين عدد المهاجرين المغادرين وعدد المهاجرين الوافدين التركيب السكاني هو توزيع السكان حسب بعض الخصائص مثل النوع أو العمر النمو السكاني هو التغير في عدد سكان منطقة ما خلال فترة زمنية معينة نتيجة للتغير في معدل المواليد ومعدل الوفيات والهجرة أوضح أهمية دراسة التركيب العمري والنوعي لسكان الدولة طبعا أولا تحديد حجم القوى العاملة في الدولة وهذا له أثر كبير طبعا هذا من فوائد دراسة التركيب العمري إنه بنحدد حجم القوى العاملة مما إلو دور كبير في بناء القوى الاقتصادية والعسكرية لأنه بنعرف قديش أعمار الناس الشباب اللي بنفع يدخلوا الجيش واللي بنفع يشتغلوا أيضا يحدد مدعب الإعالة الواقع على رب الأسرة والمرتبط بالعدد الكبير لفئتي صغار السن وكذلك الغير قادرين على العمل اللي هم كبار السن بالنسبة لأهمية دراسة التركيب النوعي يمكن من معرفة أعداد الذكور والإناث بهدف المساعدة في التخطيط لتلبية احتياجاتهم من التعليم والتدريب للمساهمة في تنميات المجتمع نيجي الآن للسؤال الرابع وعلل قلة السكان في وسط قارتي أستراليا وغربها إيش السبب؟ بسبب شدة البرودة ووعورة السطح ووجود الصحاري انخفاض نسبة صغار السن في الدول الأوروبية بسبب اتباع سياسة تحديد النسل في الدول الأوروبية على ضوء دراسة للسلالات البشرية أعرف مفهوم السلالة البشرية طبعا هي مجموعة بشرية تتشابه في صفاتها الجسمية الخارجية مثل لون البشرة وشكل الأنف والرأس والتي تميزها عن باقي البشر أذكر أنواع السلالات البشرية في العالم طبعا عندي ثلاث أنواع السلالة السوداء الزنجية والسلالة الصفراء المغولية والسلالة البيضاء القوقازية وزع السلالات البشرية في العالم حسب مناطق انتشارها طبعا السلالة الزنجية موجودة في قارة أفريقيا بالقرب من خط الاستواء السلالة المغولية موجودة في الصين واليابان وكوريا ومنغوليا وشارق وجنوب آسيا وقبائل الإسكيمو أيضا السلالة القوقازية موجودة في شمال أفريقيا ومعظم دول أوروبا والهند والصين وتركيا والدول العربية مقارن بين السلالتين المغولية والقوقازية من حيث لون البشرة وشكل العيون طبعا بالنسبة للسلالة المنغولية لون البشرة بيكون أصفر وشكل العيون منحرف بينما السلالة القوقازية لون البشرة بيضاء أو وردية وشكل العيون متوسط أصدقاء العزاء هيك بنكون نتهينا من شرحنا لليوم بتمنى تعملوا لايك للفيديو تشتركوا في القناة إذا أنتم مش مشتركين وتفعلوا جرس التنبيهات أيضا بتمنى تشاركوا الفيديو لأكبر عدد ممكن ولجميع أصدقائكو على جميع مواقع التواصل الاجتماعي اللي حابب يدعم القناة احنا فعلنا ميزة الباتريون فكافة التفاصيل اللي بتقدروا تدعموا فيها القناة موجودة في الوصف أسفل الفيديو أيضا يريد تطلعوا على الروابط لموجودة في الوصف أسفل الفيديو حدفيتكو كثير في الختام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وإلى لقاء جديد اشتركوا في القناة